وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد سهيلة الشاعر إذن سهيلة ماذا عن هذه التصريحات الأمريكية الصادرة من البيت الأبيض فيما يخص ما يدور عن تركيا نعم الولايات المتحدة ترى أن تركيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو وبالتالي فهي دولة حليفة للولايات المتحدة وهي تواجه تهديدات إرهابية على حدودها الجنوبية وبالتالي من حقها الدفاع عن نفسها وهذا أمر تسنده الولايات المتحدة بكامل قوتها ولكن في ذات الوقت الولايات المتحدة تخشى من قدرات المقاتلين الأكراد الذين يساعدون الولايات المتحدة في حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمالي سوريا وبالتالي هناك قلق أمريكي من أن تؤدي الضربات التركية على هذه المناطق على عدم قدرة القوات الكردية من إعداء مهامها القتالية ضد تنظيم داعش كنت قبل قليل داخل البنتاجون وتحدثت مع مسؤول في بزارة الدفاع الأمريكية أكد لي أن الضربة التركية وقعت على مقربة من القاعدة الأمريكية في شمالي سوريا وأضاف إلى أن في كثير من الأوقات يكون هناك عدد من الجنود الأمريكيين والعسكريين الأمريكيين في المكان الذي وقعت فيه الضربة التركية ولكنه رفض التأكيد ما أوردته وسائل الإعلام حول استخدام تركيا لأراضي أو لمجال الجوي لمناطق ذات نفوذ أمريكي في المنطقة وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لها نفوذ جوي في هذه المنطقة هناك منطقة الولايات المتحدة تعتبرها منطقة عسكرية مغلقة في شمالي سوريا ولكن ليس هناك مجال جوي أمريكي في الأراضي السورية وذلك احتراما لسيادة سوريا على أراضيها وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة وهذا تأكيد من البنتاجون أيضا أن الولايات المتحدة هدفها الوحيد من الوجود في سوريا هو محاربة تنظيم داعش وهذا ما تقوم به وحدات حماية الشعب الكردي التي تساندها الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش ويخشى من توالي الضربات التركية على الوحدات الكردية وما قد سيصعب مهمة قتال تنظيم داعش في هذه المنطقة شكرا رزيلا لك من واشنطن مراسلنا سهيلة شعر شكرا للمشاهدة